بس ساعة له نرجع لحلمنا كلنا الحقيقة اللي هيبدأ كمان 72 ساعة احنا ان شاء الله مطشينا يوم الخميس على السادة القاهرة الساعة 6 مساء دي مجموعة مصر في تصفيات في مشوار تصفياتها في كاس العالم هنلعب مطشين بس في 23 اللي هم المطشين اللي جايين دول ان شاء الله جيبوتي و سيراليون جيبوتي الخميس ساعة 6 مساء في القاهرة السبعتاشر ان شاء الله المنتخب يسافر على ليبيريا عشان يواجه منتخب سيراليون معانا بوركينا فاسو معانا غينيا بيساو معانا سيراليون معانا اثيوبيا معانا جيبوتي معانا 10 مطشاط على تذكارة التأهل ان شاء الله لكاس العالم يمكن في تأديري الشخصي وان كنت الحقيقة برضو مقدرش لانه انا مش متابع بشكل كبير جدا يعني مستوى المنتخبات دي في الفترة الاخيرة وده اللي هنحاول نعمله معاكم في الايام اللي جاية النهاردة هنبتدي بجيبوتي بس لكن في النهاية في تأديري يعني المنتخبين اللي ممكن يرهقونا بوركينا فاسو وسيراليون بوركينا فاسو وسيراليون هم يمكن يكونوا اقوى منتخبين في المجموعة بتاعتنا اه يمكن مش على نفس المستوى منتخب مصر لكن المنتخبين اللي ممكن يرهقوك بالزاد خارج ارضك غينيا بيساو اثيوبيا جيبوتي اثيوبيا انتوا عارفين وقابلناها قريب وقدرت تكسب المنتخب في اثيوبيا 2-0 من العشر ماتشات كلام كله الكلام كله على الخمسة اللي هتلعبهم برا ارضك بداية من سيراليون اللي هتلعبه في لايبيريا ان شاء الله لانه سيراليون ما عندهاش ملعب مطابق للمواصفات وبالتالي اخترت لايبيريا عشان تواجه منتخب مصر ده ماتش سيراليون اخترت لايبيريا عشان تلعب مع مصر هناك المنتخب هيسافر ان شاء الله يوم السبعتاشر بعد ما يخلص ماتش الجيبوتي هيباد في القاهرة يسافر السبعتاشر يلعب مع سيراليون في لايبيريا يوم تسعتاشر الخمسة اللي برا ارضك هم القصة كلها ما عنديش شك انه منتخب مصر وباريحية المفروض يعني المفروض وهو مرتاح يقدر يكسب ال خمس ماتشات اللي على عرضه القصة كلها في الخمسة اللي برا القصة كلها في الخمسة اللي برا وبالتالي احنا برا مش عارف ليه يعني مش عارف ليه بصراحة بنبقى مشحنا هل قصة نفسية هل قصة يعني مش قادر افهم منتخب مصر برا في السنوات الاخيرة ما قدمش العروض الافضل يعني على الرغم من انه مثلا في بطولة زي بطولة كاس امم افريقيا الاخيرة في السنغال قدم قدم بطولة قوية وجهنا تقريبا كل عمالقة افريقيا يعني على ما اتذكر يعني نيجيريا في مرحلة المجموعات صحيح كان مطش سيء لكن في النهاية عدت من دور المجموعات وجهت اعتقد كوديفوار وجهت المغرب ووجهت السنغال في النهاية فانت تقريبا عدت على كل الكبار في افريقيا وقدمت عروض الى حد كبير يعني كويس يعني بشوف المطش المغرب مثلا ممكن يكون افضل مطش او افضل مباراة قدمها لمنتخب المصري في السنوات الاخيرة من حيث الاداء والنتيجة لكن في النهاية مع المنتخبات المغمورة دي دايما تحط ايدك على قلبك ورهان على الراجل اللي قدام حضراتكم على الشاشة ده رويه فيتوريا هل ينجح في قيادة منتخب مصر للتأهل اعتقد انه لم يسبق لمنتخب مصر ولم يسبق لمشجعي كرة في مصر ان هم تابعوا مشوار تصفيات اسهل من اللي احنا فيه ودايما في مشوار تصفيات كسل علىها مشان كده دايما كنت بقول في البداية بحط ايدي على قلبي دايما ما بنخافش غير من الصغيرين يعني دايما المنتخبات الصغيرة هي اللي بتبقى العقدة في المنشار بالنسبة للمنتخب المصري منتخب ييجي مثلا مثلا في سنة مسنين زي ليبيريا مش بينافس ومش هيتأهل وما عندوش في حساباته اساسا وارقامه فرصة تأهل ورغم كده ييجي يوقع منتخب مصر طبعا في مشوار تصفياته يعتلك وبالتالي تخرج من السباق في النهاية اتمنى ان شاء الله ان احنا نكون جاهزين هشوف مع حضراتكم القائمة اللي اختارها روي فيتوريا لمشوار التصفيات في حراسة مرمى منتخب مصر اختار فيتوريا محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي معاهم في خط الدفاع محمد هاني عمر كمال عبدالواحد علي جبر محمد عبد المنعم أحمد سامي رامي ربيعة محمد حمدي وأحمد فتوح في خط النص طارق حامد مروان عطية محمد النني إمام عشور وأحمد ساد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي وفي خط الهجوم اختار مصطفى محمد محمد شريف محمود حسن تريزيجي مرموش وحسين الشحات يعني بدون الترتيب بصرف النظر عن خطوط دي المجموعة اللي اختارها المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا زي ما حضراتكم شايفينها اعتقد ان الأسماء كلها يعني ممكن يبقى في بعض الأسماء اللي كانت تستحق الحقيقة انها تكون موجودة حتى لو مش على سبيل يعني الفرصة على سبيل التجربة والاحتكاك لكن في النهاية ماتش جيبوتي اعتقد انه يعني بالتشكيلة دي وبالأسماء اللي موجودة دي لا احنا نقدر نحسم المواجهة من بدري جدا وتقدر الأسماء دي انها تحقق أسكور في بداية المشوار يريحنا ان شاء الله بعد كده الرهان كله الحقيقة على ماتش سيراليون مباراة هتكون صعبة الفرق الزمني بين المبارتين دي الى حد ما عشان تطلع رحلة الليبيريا يوم 17 بعدها 48 ساعة تكون بتلعب مباراة مهمة مع سيراليون اللي انا بشوفه واحد من المنتخبات ما هواش غانا وما هواش نيجيريا وما هواش سنغال وما هواش جزائر لكن في النهاية منتخب بيلعب كرة منتخب قدم نفسه في السنوات الأخيرة والكرة في سيراليون عدد من اللاعبين المحترفين اللي بالتأكيد هيمثله إضافة للمنتخب السيراليون فبالتالي هتكون المواجهة الأصعب المعسكر ده أهميته في أنك أنت تعدي من الماتشين بالستة بونت وبعد كده عندنا مشوار طويل انت في كل طبعا دول الماتشين الواحدين اللي هتلعبه في 20-23-24 عندك أعتقد مبارتين تانيين أو مباراة واحدة وبعد كده باقي مشوار التصفيات كله في 20-25 يحلها بقى الحلال زي ما بيقوله ساعتها وما حدش عارف ساعتها شكل أو قوام منتخب مصر ممكن يكون عامل ازاي لكن بالتأكيد هيتغير بشكل كبير عن الأسماء اللي موجودة النهاردة وأعتقد أن في أسماء كتيرة جدا هنتكلم على كمان موسمين أعتقد أن في أسماء كتير هتكون موجودة عشان تكون موجودة مع منتخب مصر أتمنى اللي أتمنى الحقيقة أنه التعامل مع العشر مباريات ما يكونش مرتبط بأي شكل من الأشكال بأسماء المنافسين بيفرق كتير جدا جدا معنا الاستسهال أو ضمان النتيجة بتاعت المباراة وإحنا رايحين نشارك حال من المصريين هم يكونوا مش بس موجودين في كاس العالم لأنه بشوف أنه عشرية اتنين وعشرين فتحت نفسنا وقدت أمثلة وبتقول أنه اللي عايز يقدر واللي بيحضر واللي بيستعد واللي بيخطط لعشرين ستة وعشرين يقدر زي ما المغرب قدرت وزي ما السعودية شرفتنا وزي ما تونس قدمت عروض قوية وزي ما اليابان عملت عروض قوية إحنا مش أقل من كل المتخبات دي ونقدر نروح مش عشان التمثيل المشرف لكن نقدر نخطط ونحضر ونروح لأن احنا نحقق حاجة في بطولة كاس العالم وده اللي بتمنى مش بس أن احنا نشارك في دول المجموعات مش بس أن احنا نتعادل مطش هنا ولا نكسب مطش هنا لكن يكون عندنا كمان الحلم أن احنا نروح لبعيد والجيل ده مع الأجيال اللي جاية يقدر يحققوا ده لمنتخب مصر